أكدت مرجعية قبائل حضر موت على دعم الجهود السياسية المبذولة لتأسيس عملية سياسية من أجل سلام شامل مع ضرورة تمثيل حضر موت في مشاورة الحل الهائي للأزمة وخلال زيارة وفد أممي برأسة رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن روكسانا بازرجان أشهد رئيس المرجعية الشيخ عبدالله صالح الكثير بالجهود المبذولة من قبل مكتب المبعوث خلال الفترة الماضية لتهيئة الظروف الدعمة لإطلاق عملية سياسية تنهي الصراع في اليمن من جانبها أوضحات المسؤولة الأممية أن مكتب المبعوث يعمل في الوقت الراهن على ملفات وقف إطلاق النار والسعي لتصدير النفط وفتح الطرقات وصرف المرتبات